وسط نقص في الأدوية والمعدات وتدهور الوضع الإنساني في أفغانستان أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ بشأن تدهور الوضع الإنساني في البلاد داعية في الوقت نفسه إلى منع تحول الوضع إلى أزمة إقليمية واسعة نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان قالت إن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء غالميين للمساعدة في منع أزمة إنسانية تلوح في الأفق في أفغانستان لكنها انتقدت حركة طالبان لفشلها في الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك حماية حقوق الإنسان وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 12 مليون من الأفغانيين يواجهون الجوع ويعتمدون على المساعدات الغذائية مضيفة أن سوء التغذية آخذ في الارتفاع بشكل حاد بدورها حذرت منظمة اليونسيف من أن انهيار النظام الصحي في أفغانستان سيؤدي إلى وفاة آلاف الأطفال دون سن الخامس كل شهر مع اقتراب فصل الشتاء من جانبها أكدت قناة CNN الأمريكية أنه لم يتم دفع رواتب الآلاف من الطاقم الطبي في آخر ستة أشهر كما أن العيادات تعاني من نقص في الأدوية والمعدات وتقول الأمم المتحدة أن هذا الانهيار يأتي في وقت تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى وأن وكالات الإغاثة في أفغانستان في سباق مع الزمن لتقديم المساعدات المنقذة لحياة الأشخاص المتضررين من الأزمة وتجهيز الإمدادات قبل حلول الشتاء ترجمة نانسي قنقر